بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تمرين شامل في التحويلات النقطية رغم 2 أنصح به السنة الثالثة ثانويل شعب العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEG قال M وسيط لكن هذا الوسيط هو حقيقي نعتبر التحويل النقطة TM الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة زاد النقطة M فتحة يعني M تتحول إلى M فتحة ذات اللاحقة زاد فتحة حيث Z فتحة تصنع M زائد E في Z زائد M ناقص واحد ناقص E السؤال الأول قال هل توجد قيمة للعدد M بحيث يكون TM انسحابا ثانيا قال عين العدد M بحيث يكون TM دورانا عين عند إذن المركز وزاوية له ثالثا قال نضع فيما يلي أن M يسعين كم واحد قال أحسب لاحقة أوميغا النقطة الصامدة للتحويل النقطة TM قال من أجل كل عدد مركب زاد يختلف عن واحد أحسب زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد قال باستعمال تفسيرا هندسيا لكل من الطاولة والعمدة لعمدة زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد برهن أن T1 هو تشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميزة رابعا قال نعرف في المستوى المتتالي النقطة M كما يلي وعطيت لنا M0 تشوينا نقطة O ومن أجل كل عدد طابعي N فإن MN زائد واحد يشوينا T1 لMN يعني هذه MN زائد واحد هي صورة MN بالتحويل T1 حيث سميت T1 نسبة إلى الام أنه أخذ واحد ألف قال بأمثل النقطة M1 M2 M3 M4 قال من أجل كل عدد طابعي N نضع المتتالية DN تسوينا لاحظوا DN تسوينا هذا البعد يسوينا Omega MN قال برهن أن DN متتالية هندسيا يطلب تعيين أساسها هل DN متتالية متقاربة لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن السؤال أول قال هل توجد قيمة للعدد M بحيث يكون TM انسحابا أولا نلاحظ جيدا يعني ها هي أولا عبارة عبارة مركبة لهذا التحويل الذي وطيت لنا أولا حتى يكون لاحظوا نحن نعلم أبناء إذن نقول معرفة هنا إن كانت إن كان يو إن كان لاحظوا إن سنكتب هكذا إن كان يوجد قيمة للعدد الحقيقي نضيف هذه الكلمة جيدا الحقيقي M حتى يكون TM كيف انسحابا ركزوا جيدا حتى يكون انسحاب نحن نعلم أن الانسحاب يكتب عبارة هكذا زاد فتحة يساوي لنا زاد زائد B هكذا يكتب معنى هذه القيمة التي تكون مضروبة في زاد كم تكون تكون تساوي واحد معنى نأتي إلى هذه القيمة اللي هي M زائد E نجعلها تساوي لنا كم واحد نحول هذا إلى هنا تصبح أن M يساوي لنا واحد ناقص E لكن هذا العدد لهو واحد ناقص E يا أبنائي لا ينتمي إلى الأعداد الحقيقي لأن فيه الجزء التخيلي إذن هل يمكن إيجاد قيمة لـ M بحيث يوجد عدد هنا اسمه واحد؟ إذن نقول لا يوجد قيمة للعدد الحقيقي لأن لو كان عدد مركب لا قلنا نعم يوجد لا يوجد قيمة للعدد الحقيقي M حتى يكون T M كيف هو إنسحابا فقط يا أبنائي لأن مهما كان هانا حتى ولو أخذ الـ M مثلا تخيلوا أخذ صفر غيب قلنا E والـ E لا ينتمي إلى الأعداد الحقيقية لأنه جزء تخيل صرف عدد مركب ناتي بعدها أبنائي إلى الجزء الآخر قال عين العدد M بحيث يكون T M دورانا هنا لم يقل هل بل يعني عين يجب أن يكون قيمة لـ M إذن تعين M حتى يكون T M كيف هو دورانا لاحظوا ناتي هنا بالعبارة دائما العبارة المركبة التي أعطيت لنا ها هي حتى يكون دوران ماذا تقول القاعدة يكون دورانا إذا كان مكتوب زاد فتحة يساوينا A زاد زائد B حيث هذا الـ A يكون ينتمي إلى الأعداد أولا المركبة يعني ينتمي إلى C هذا الأمر الأول ينتمي إلى مجموعة C وطاولته تساوي العدد واحد طاولته تساوي واحد معناه يجب أن يكون هذا نعم مهما كان إنه أولا M زائد E مهما كان هذا ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى C بحيث هنا الآن عدد حقيقي انتبهوا M قلت دائما عدد حقيقي معناه يقول أحدكم وإذا أخذ الآن يا أستاذ أخذ A E ليس عدد حقيقي هذا عليكم أن تنتبهوا له إذن إنه ينتمي إلى الأعداد المركبة نأتي الآن إلى طاولته يجب أن تكون M زائد E تساوي لنا واحد هذا متى يتحقق؟ يتحقق أبنائي إذا كان M كم يساوي؟ يساوي لنا صفر عوضوا مثلا هنا الآن بصفر كم تصبح لنا طاولة E لأن هنا الشرطان الشرط الأول يكون عددا مركب والشرط الثاني الطاولة يساوي لنا واحد لأنه يقول أحدكم يا أستاذ يمكن أن يأخذ العدد مثلا عدد من الأعداد هذا الام والطاولة تبقى واحد نقول له يجب أن يكون كذلك هذا العدد يبقى عددا مورد كابا فهمتم هكذا؟ إذن ما يحقق لنا هذه العلاقة إلا أنه أم كم يكون يساوي؟ يساوي لنا صفر إذن راحضوا الكتابة لما أم يصبح لنا يساوي لنا صفر عوضوا هنا بصفر نصبح لنا زاد فتح يساوي لنا E في زاد وهنا كذلك أخذ صفر في زاد ناقص واحد ناقص E نعم يبقى لنا هكذا هذه قيمة الآن إذن نقول قيمة أم حتى يكون تي أم دورانا هي كم يا أبني؟ هي أم يساوي لنا صفر ثم قال عين مركزه والمركز وزاويته إذن أولا نأتي إلى الزاوية ARG A اللي هي ARG E هي الزاوية هي عمدة هذا العدد المضروف في ال E وهذا بما أنه عدد مركب تخيلي صرف موجب زاويته هي P على اثنان اللي هي نفسها تيطة يبقى لنا المركز المركز عندنا قانون معروف هو هذا يا أبني تصبح لنا زاد إذا سميناه زاد مثلا H نسميه زاد أش أو زاد أوميغا المجرد تسميات قانونيا ماذا يقول؟ يقول هو B على واحد ناقص A يقول أحدكم أين ال B ها هو ال B ها هو ال A تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوينا ال B هو ناقص واحد ناقص A على واحد ناقص A ال A ها هو أمامكم لهو ناقص تصبح لنا ناقص E تصبح تساوي في البسط نستخرج الناقص كعام未ودي تصبح لنا واحد زائد A على هنا في المقام نضربه في شيء المرافق المرافق اللي هو 1 قلنا واحد ناقص A تصبح لنا في واحد زائد A في البسط كذلك واحد زائد A تصبح تساوينا في المقام يعطيكم هذا مربع زائد العدد المضروف في lg في الأصل تعطيكم مربع الأول نقص مربع الثاني مع الإي مربع يجعلها زائد فتصبح لنا في المقام دون أن نحسب إثنان أما في البصد صبح لنا ناقص ثم واحد زائد إي مربع تصبح تسوي لأن هذا ضرب في نفسه تصبح لنا تسوي لنا جداء شاهير الناقص نتركه مربع الأول وهو واحد زائد مربع الثاني وهو إي مربع هو ناقص واحد زائد ضعف الجداء تصبح تسوي لنا هذا يذهب مع هذا تصبح لنا ناقص إي ناقص إثنان على إثنان يذهب هذه هي لاحقة المركز إذا لاحقة المركز لمن؟ لتي أم هي كم؟ هي زات أميجا تساوي لنا ناقص إي فقط يا أبنائي هذه هي عناصره المميزة هذا الدوران في حالة أم كم يساوي لنا؟ أم أخذ صفر يعني هما يمكن المركز لتي صفر سميناه تي صفر نسبة إلى أم أنه وجدناه كم صفر بعدها نأتي إلى الجزء الآخر وهو الجزء الثالث الجزء الثالث يختلف عن الكل قال أحسب الآن أم وضعها كم؟ تساوي لنا واحد إذن أم أخذها واحد هنا واحد وهنا واحد أولا ماذا تصبح لنا عبارة؟ زات فتحة تساوي لنا واحد زائد إي مضروبة في زاد وهذا ذهب مع هذا ناقص من ناقص العدد إي هذه هي العبارة التي نكمل بها التمرين دقيقوا أرجوكم هذه هي العبارة التي سوف نحتفظ بها لنكمل بها بقية نص التمرين لاحظوا قال أحسب لاحقة أوميغا النقطة الصامدة للتحويل النقطة تي إذن نكتب هنا حساب زاد أوميغا هذه معنى اللاحقة لمن النقطة الصامدة؟ إذن نقول أوميغا نقطة صامدة للتحويل أو بالتحويل للتحويل النقطة تي أم أي ماذا تحقق؟ لاحظوا أن تصبح لنا هكذا أنه تي ركزوا نقول تي أوميغا تصبح تسوي لنا أوميغا تي أم أوميغا تسوي لنا أوميغا يعني مهما كان هذا التحويل يحول الكل لما يصل إلى النقطة هذه لا يقدر أن يحولها مثل مثلا نأتيكم إلى دائرة مثلا دائرة كل هذه النقطة تتحرك لكن هذه النقطة التي هنا في المركز لا يمكن تحركها مهما كان لاحظوا جيدا فما علينا إلا أن نأتي هنا ونكتب أوميغا ونأتي هنا ونكتب أوميغا فقط ونحسب هذه المعادلة ذات المجهول زاد أوميغا فقط فنأتي بهذه الجهة إلى هنا نصبح لنا زاد أوميغا ناقص ماذا؟ واحد زائد اي في زاد أوميغا يسوي لنا ناقص اي نستخرج زاد أوميغا كعام مشترك نصبح لنا زاد أوميغا هنا لما يستخرجوا من هذا المكان كعام مشترك ماذا يترك؟ يترك لنا واحد وندخل الناقص على هذه القيم تصبح لنا ناقص واحد والناقص على هذه القيمة تصبح لنا ناقص اي يساوي ناقص اي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ناقص اي في زاد أوميغا يساوي لنا ناقص اي ومنه زاد أوميغا يساوي لنا ناقص اي على ناقص اي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد إذن ماذا نقول نقول زات أوميغا وجدناها كم واحد هذه هي لاحقة هذا التحويل تي هنا كم تي واحد لأنها أصبحت هنا الكلمة هي تي واحد فقط يا أبناء يعني مركز هذا التحويل الذي سوف يأتي إنها كم مركزها هي إذا جئنا إلى أوميغا إحداثها يصبح لنا واحد وصفر فقط يا أبناء نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعدها لاحظوا قال من أجل كل عدد مركب زاد يختلف عن الواحد يعني هنا حتى المقام هذا ليس سيصبح أحسب النسبة هذه إذن نكتب هنا حساب زاد فتح ناقص واحد على زاد ناقص واحد نأتي نقول زاد فتح ناقص واحد على زاد ناقص واحد تساوي دقيقه المقام نتركه اللي هو زاد ناقص واحد أما البسط ها هي قيمة زاد فتح كم تساوي نأتي بها ونضعها هنا فتصبح لنا كم تصبح لنا واحد زائد اي في زاد ناقص اي ناقص واحد لم أفعل شيء هذه قيمة زاد فتح تصبح تساوي نا ما رأيكم أن نقوم بعملية النشر لكن ركزوا معي أرجوكم يصبح لنا هذا في هذا يصبح لنا زاد وهذا في هذا زائد اي زاد ناقص اي ناقص واحد لم أفعل شيء على زاد ناقص واحد الآن ما رأيكم أبنائي لو نأتي ونرتب شيء معين دقيقوا ما هو الشيء الذي أرتبه نأتي الحقيقة هنا مع الحقيقة تصبح لنا زاد ناقص واحد على زاد ناقص واحد زاد ناقص ما ناقص ركزوا لو نقول زائد اي في نترك هذا المركب مع المركب لهو يصبح لنا زاد ناقص واحد على زاد ناقص واحد أعيد الكلام لم أغير شيء هذا مع هذا استخرجت الإعام المشترك فبقي لنا زاد ناقص واحد وهنا زاد ناقص واحد نلاحظ أن هنا يحدث شيء أن هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا لما يذهب هذا مع هذا في عملية الخصوص لا يبقى لنا صفر إنما يبقى لنا واحد وهذا يذهب مع هذا كذلك يبقى لنا زائد اي ها قد حسبت تلك النسبة النسبة التي وجدناها أصبح لنا زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد يساوينا ماذا واحد زائد اي فقط يا ابناء هو من طالب قال احسب ها قد حسبنا فقط ابناء بعدما حسبنا هذا الأمر نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال باستعمال تفسيرا هندسيا لكل من الطاولة والعمدة لهذه النسبة لي زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد برهن أن تي واحد هو تشابه المباشر يطلب تعيين عناصره المميزة الأمر سهل لاحظوا لدينا لدينا ماذا نملك لدينا أن وجدنا أن زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد وجدناها أبناء دقيقوا كم وجدناها يقول أحدكم كم ها هي القيمة كم وجدناها وجدناها واحد زائد اي يمكن الآن أن نستعمل جداء الطرفين أو نتركوا الأمر كما هو قال باستعمال طاولة والعمدة ركزوا هنا أرجوكم فتصبح لنا هكذا وضعنا هنا الطاولة نضع هنا رمز الطاولة هذا ماذا يعني؟ يعني أنه لو تتذكرون زاد فتحة ناقص ماذا؟ ناقص زاد أوميغا حيث زاد أوميغا ذكرتم كم وجدناها ألم تتذكروا أن وجدناها واحد؟ نعم إذن ها هو واحد زاد فتحة ناقص الواحد الواحد الماذا يمثل؟ يمثل لنا زاد أوميغا على زاد ناقص زاد أوميغا لاحظوا جيدا والطاولة ما زالت هي هي طاولة هذا العدد كم؟ الحقيقي مربع هو واحد والتخيل يعني العدد المضرف في مربع تحت الجذر سبحنا جذر إثنان نعم طاولة هذا العدد إنها جذر إثنان هذه كيف تقرأ؟ هذه في الأصل ألم يقول أن أم أم فتحة هي صورة أو زاد فتحة هي هي لاحقة أم فتحة؟ نعم وهذه الزاد أليس هي لاحقة أم؟ نعم هذا ماذا يقرأ؟ يقرأ هكذا يقرأ أم أم فتحة على أم أم وجدناها جذر إثنان إذن هذا ماذا يوحي؟ يوحي إلى أن أم أم فتحة يسوي جذر إثنان في أم أم هذا يعني الطول أم أم فتحة يسوي جذر إثنان في أم أم هذا فيما يخص لاحظوا جيدا هذا فيما يخص الطاولة نأتي الآن إلى العمدة العمدة كذلك نفسرها التفسير لكلمة arg زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد تساوي لنا هي الزاوية وهي ماذا؟ وهي واحد تصبح لنا arg واحد زائد إي وارغ واحد زائد إي لو نلاحظها إنها خمسة وأربعون يقول أحدكم لكن لماذا خمسة وأربعون يا أستاذ؟ لأن الكوس يسوي الحقيقي على الطاولة الطاولة وجدناها كم؟ جذر إثنان تصبح لنا جذر إثنان على إثنان والسونس تيطا يسوي التخيلي على الطاولة جذر إثنان على جذر إثنان تصبح لنا هكذا جذر إثنان على إثنان ما نحكم ما بين هذا وهذا إلا أن تيطا تساوي لنا بي على أربعة إذن تصبح لنا الزاوية الموجهة لاحظوا هذه تقرأ كذلك لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ولا تتعجلوا في هذه الأشياء إذن الزاوية كم وجدناها قلنا؟ وجدناها بي على أربعة هذا ما يوحي إلا أنه زاد زاد فتحة ناقص زاد أوميغا على زاد ناقص زاد أوميغا يساوينا بي على أربعة الآن هذه كيف تقرأ؟ هي الزاوية الموجهة ما بين أوميغا أم وأوميغا أم فتحة تساوينا بي على أربعة الآن طبقا لهذه القمور التي فسرناها هنا يوجد تشابه إذن ما هو التشابه؟ ها هي نسبتها نقول بما أن ماذا؟ بما أن الارج لهذا النسبة اللي هي نسبة نسبة اللي هي زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد هذه تساوينا جذر اثنان ولا تساوي الواحد لا تساوي ماذا؟ الواحد والشرط الآخر أن واحد زائد ايه هذا العدد كيف ينتمي إلى الأعداد المركز يجب أن يكون ينتمي إلى الأعداد المركز والطاولة كم تساوي؟ لا تساوي الواحد فإن تساوي الواحد هو تشابه كيف هو مباشر تشابه مباشر الذي نسبته نسبته ك تساوينا تلك القيمة اللي هي الطاولة هذه الطاولة هنا جذر اثنان وزاوية وزاويته هي ارغ تيطان تساوينا كم؟ بي على أربعة ها هي الزاوية الموجهة به زاويته هي بي على أربعة ونسبته كم؟ هي نسبته هي جذر اثنان وزاويته بي على أربعة ومركزه قد ذكر في الأول ومركزه النقطة اوميغا ذات اللاحقة كم أبناء اللي هي زاة اوميغا يساوينا واحد فقط إذن من خواص حتى تفهموا خواص التشابه عنده هذه القاعدة اوميغا ام فتحة يساوينا كا في اوميغا ام والزاوية الموجهة ما بين اوميغا ام وأوميغا ام فتحة يساوينا بي على أربعة فقط وبهذا قد أجبنا يا أبناء على هذا سؤال تعيين عناصر مميزة المركز وقلنا المركز والنسبة والزاوية للتشابه هذا المباشر نأتي بعدها أبناء إلى الجزء الرابع لاحظوا ماذا قال قال أنه عرف في المستوي المتتالي النقطية ام ام كما يلي أعطيت لنا ام صيفر يساوينا النقطة او ومن أجل كل عدد طبيعي ام فإن ام ام زائد واحد يساوينا تي واحد لي ام ام يعني هذه ام ام صورته هي ام ام زائد واحد بالتحويل تي واحد لهذا التشابه المباشر قال مثل النقط ام واحد ام اثنان وام ثلاثة وام اربعة قبل أن نأتي إلى تمثيلها نستخرج إحداثيات هذه النقط إذن لاحظوا هنا لنستخرج إحداثيات إذن نقول إيجاد إحداثيات ماذا؟ النقط لهي ام واحد ام اثنان وام ثلاثة وام أربعة لما نجدهم يسهل علينا الأمر نأتي الآن إلى ام واحد ما علينا إلى نحتي إلى هذه الكتابة هذه الكتابة التي قال بها هو هكذا ركزوا أمامكم أبنائي ها هي الكتابة هذه ماذا تعني؟ تعني أنه إذا قلنا هذه هي صورة أو لاحقة وهي زاد آن زائد واحد يساوي ماذا؟ واحد زائد اي في زاد آن ها هنا ضعوا هنا آن زائد واحد وهنا آن زائد ماذا؟ ناقص ناقص العدد الذي اسمه ناقص اي دقيقوا الآن أبناء إمان خلال هذه العبرة نستخرج أي واحدة شئنة لكن لا يمكن حساب واحدة إلا إذا حسبت التي قبلها إذا عوضنا هنا بصفر وعوضنا هنا بصفر فماذا تصبح تصبح لنا زاد واحد يعني تصبح لنا زاد واحد يساوينا واحد زائد اي في زاد صفر ها هو الزاد صفر لاحظتم؟ لأنها هي النقطة او النقطة او ما هي إحداثها؟ هي صفر معروفة أنها ناقص اي فيذهب هذا كليا تبقى لنا ناقص اي إذا اام واحد هي ماذا؟ لاحظوا أو نكتب زاد واحد كم قيمتها؟ قلنا ناقص اي تصبح لنا نقطة اام واحد إحداثية هي صفر وناقص واحد هذا الأمر الأول نأتي بعدها أبنائي إلى النقطة الثانية إذا أعطينا هنا واحد وهنا واحد فصبح لنا زاد واحد وواحد وهي زاد اثنان يساوي أن واحد زاد اي في زاد واحد ها هو زاد واحد وهو ناقص اي وهنا ناقص اي تبقى خارجا نصبح لنا زاد اثنان يساوي أن ننشر هذا في هذا ناقص اي وهذا في هذا الناقص ال اي في ال اي هو ناقص واحد في الناقص صبح لنا زاد واحد ناقص ناقص اي وتصبح لنا زاد 2 يساوي لنا 1 ناقص 2i إذن زاد 2 يساوي لنا 1 ناقص 2i يعني تصبح لنا آم 2 إحداثيها اللي هي الواحد والناقص 2 نكمل كذلك الآن مع الثلاثة نعطي لهذا هنا 2 ونعطي لهذا 2 وتصبح لنا زاد 3 تساوي لنا 1 زائد i في زاد 2 زاد 2 ها هو أمامكم إنه 1 ناقص 2i ناقص i تصبح لنا زاد 3 يساوي هذا في هذا لهو 1 وهذا في هذا ناقص 2i وهذا في هذا زائد i وهذا في هذا يُعطي للإفل هو ناقص 1 والنفس تصبح لنا زائد 2 ناقص i فماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا ذهد مع هذا تبقى لنا زاد 3 تساوي 3 ناقص 2i إذن هذا مع هذا سبحانا زاد 3 تساوي لنا 3 ناقص 2i معناها النقطة آم 3 إحداثيها 3 وناقص 2 نأتي بعدها الأبناء إلى النقطة الرابعة الأخيرة نعوذ هنا بـ 3 وهنا بـ 3 فتصبح لنا زاد 4 يساوي 1 زائد i في زاد 3 لهو 3 ناقص 2i ناقص i فتصبح لنا 2 ساوي هذا في هذا 3 وهذا في هذا ناقص 2i وهذا في هذا زائد 3i وهذا في هذا تصبح لنا زائد 2 ناقص i لأن الناقص i تصبح لنا ناقص 1 مع الـ 2 تصبح لنا زائد 2 إذن لم أفعل شيء فماذا نتج يا أبناء تصبح لنا تساوي هذا مع هذا كم إنها الخمسة الآن تبقى لنا الأمر هنا هذا مع هذا كم أو أن هذا مع هذا هو الناقص 3i مع هذا زائد 3i إذن تصبح لنا زاد 4 إنها إذن زاد 4 أعفوا نكتب زاد 4 إذن زاد 4 تصبح تساوي لنا خمسة يعني النقطة M4 إن إحداثيها لهي خمسة مع الترتيبة صفر فقط أبنائي بعد هذا الأمر يسهل علينا الآن أن ننشئ أي نقطة شئنا ناتي الآن أبنائي إلى إنشاء النقطة الآن الأمر يصبح جد جد بسيط أولا أن التحويل هذا قلنا إنه تحويله وتشابه الذي مركزه هو أوميغا قلنا أوميغا الإحداثية هو واحد وصفر عندنا أولا قلنا النقطة O قال النقطة O معروفة إن هذه في هذا الموضع إنها النقطة O النقطة M1 هذه تسمى M0 عندنا الآن مواحد نحن قلنا أن زاد فتحة يساوي لنا واحد زائد i في زاد ناقص i حيث النسبة هي K تساوي لنا جذر اثنان والزاوية T طاقنا هي P على أربعة معنى كل نقطة تتحول بواسطة هذا تتحول يا أبنائي بواسطة بـ 45 درجة انظروا هذه كانت هنا بـ 45 تصبح هنا والطول يتحول بزاوية القيمة كم جذر اثنان فتصبح لنا هنا النقطة M1 ثم التي بعدها تذهب إلى لاحظوا واحد مع ناقص اثنان واحد مع ناقص اثنان تصبح لنا في هذا الموضع ركزوا إذن حيث يصبح دائما المثلث الناتج هو مثلث قائم احفظوا هذه القاعدة هنا ها هو مثلث كيف هو قائم إذن النقطة هذه تصبح لنا هنا M2 ثم بعدها تصبح كذلك هكذا مثلث قائم كان قال ثلاثة مع ناقص اثنان ها هو انظروا إلى طبيعة هذا المثلث بأم يعينكم أليس مثلث قائم أين هو ها هو المثلث القائم دائما لما ينتقل تكون آخر ضلعه يكون قائم يعني هنا قائم ثم الآن هذه تصبح ماذا M3 الآن M4 كيف يجعلوا الآن زاوية 90 درجة لو نأتي الآن إلى زاوية 90 درجة ها هي جاءتكم في هذا الموضع هنا ها هو المثلث كذلك قائم لاحظوا كل من انتقل صنع الزاوية قائمة هنا وهنا كما أشير وهنا كما أشير إنها M كم إنها M4 لو يأتي الآن إلى M مثلا يريد M5 M5 حتى يكون من هنا إلى هنا المثلث قائم كيف يكون يكون هكذا حتى يبقى المثلث قائم ثم بزاوية 45 ونصعد هكذا ودوى ليك يا أبنائي فقط هنا يمكن أن نقول إنها هذه كم M عفوا نقول M عفوا قلت نكتب M5 وهنا كذلك يمكن من هنا ونتجه بزاوية 90 درجة ونبحث عن 90 هكذا حتى وتكمل المسار هذه المتتالية في نقاطها يا أبنائي فقط لأن هذه الخاصية خاصية بالتشابه دائما المثلث يكون مثلثون كيف هو قائم نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء مع السؤال الأخير قال من أجل كل عدد طبيعي نضع دي أن يساوي يعني هذا البعد دي أن يساوي البعد بين النقطة أوميجا وأم هذه الأم أن هي التي كانت تغير هنا وهنا 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 هذه وهنا النقطة دائما البعد يقصد به هذا البعد حيث هذه النقطة أم كيفية تتغير هنا وتكمل مسارها هكذا إذن لاحظوا نقطة نقطة أبنائي قال برهن أن دي أن متتالية هندسة يطلب تعيين أساسها ثم قال هل دي أن متقاربة يعني متقاربة معناه هل نهايتها معلومة أم لا إذن أولا نكتب هنا البرهن أن دي أن هنا بين قوسين متتالية كيف هي هندسية نحن نعلم أبنائي تكون متتالية هندسية إذا وفقت إذا كانت دي أن زائد واحد تساوي لنا دي أن في كي حيث كي هو عدد كيف هو عدد حقيقي أو عدد مركب لا يهم ركزوا أولا نأتي إلى دي أن دي أن التي أعطيت لنا ها هي هذه الدي أن قال هي أوميجا أم أن التي هي في الأصل ما هي هي طاولة زاد أم أن قلنا أم أن ما هي ما هي لاحقتها أم أن لاحقتها هي زاد أن وآم أن زائد واحد لاحقتها هي زاد أن زائد واحد وآم سيفر هي النقطة أو هكذا ونكمل فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هي زاد آن ناقص زاد أوميغا هذا هو الأمر الآن إذا جئنا إلى دي آن زائد واحد ماذا يصبح يساوي؟ يصبح يساوي أنه هو زاد آن زائد واحد ناقص زاد أوميغا لم أفعل شيء يقول أحدكم لم أفهم لأن دي آن زائد واحد هو أوميغا آم آن زائد واحد النهاية ناقص البداية تصبح لنا دي آن زائد واحد يجب أن نجدها تساوي أنه هذه القيمة في عددها هي أمامكم دي آن في كي في عدد تصبح لنا تساوي أنه زاد آن زائد واحد أين هي؟ زاد آن زائد واحد إذا هنا أضفنا آن زائد واحد هنا نضع آن فتصبح لنا زاد آن زائد واحد معناه هذه القيمة يا أبناء هذه نأتي بها ونعوذها في هذا الموضع دقيقوا على ماذا نتحصل نتحصل على واحد زائد اي في زاد زاد ان ناقص اي وعندنا هذه قيمة وكم ذكرناها في الأول وجدناها واحد ناقص واحد هكذا نصبح لنا دي ان زائد واحد يساوينا طاولة لاحظوا هنا نقطة نقطة نتركوا الأمر كما هو نقول واحد زائد اي في زاد ان وهنا ما رأيكم كذلك أن نستخرج الناقص ناقص واحد زائد اي عيد النشر بين هذه العبارة أضربها في ناقص نفسها نعم تصبح دي ان زائد واحد يساوي لنا طاولة واحد زائد اي أستخرجها كعامل مشترك ما بين هذا وهذا تصبح هنا زاد ان ناقص واحد هكذا طاولة جداء عددين مركبين هو طاولة الأول في طاولة الثانية فصبح لنا طاولة واحد زائد اي مضروبة في طاولة زاد ان ناقص الواحد ناقص واحد ما هو أليس هو الزاد اوميغا نعم هل توصلنا إلى المطلوب نعم لا توصلنا لو تتابعوا معي صبح لنا دي ان زائد واحد يساوي طاولة هذا العدد اللي هو واحد زائد اي إنها جذر اثنان وهذه القيمة ما هي ألم أقول إنها هي نفسها هذه انظروا بأم يعانيكم نعم إنها اوميغا ماذا اوميغا ام التي هي دي ان زائد واحد يساوي لنا جذر اثنان في دي ان ها هي دي ان في كي نقول ومنه دي ان بين قوسين متتالية هندسية أساسها كي يساوي لنا جذر اثنان اثنان فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأثبتنا على أنها متتالية ودائما هذا النوع من هذه المتتالية أصيكم دائما يعني يكون أساسه هو ذلك نسبة ذلك التشابه لاحظوا جيدا هنا أبنائي الآن معداما وجدناها قال هل دي ان متقاربة؟ لأن أتابع نستخرج الآن عبارة الحد العام لها إذن دي ان تساوينا دي صفر في كي قوة ان دي صفر ما هو؟ إذا وضعنا هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر سبح لنا تساوي زاد صفر إنه إنها وجدناها دي اللي هو أم صفر أم صفر قد تحدثنا عليه ما هو؟ الأم صفر لو تتذكرون ها هو اللي هو النقطة أو النقطة أو لحقتها كم؟ معروفة إنها صفر سبح لنا صفر ناقص واحد وتساوينا كم؟ تساوينا واحد إذن تصبح لنا دي صفر إنها كم؟ إنها واحد تساوي لنا دي ان تساوي لنا واحد في جذر اثنان لكل قوة ان تصبح لنا دي ان عبارة الحد العام هي جذر اثنان الآن limit دي ان لما ان يقول إلى زائد ما لأنه عدد طبيعي تساوي لنا limit جذر اثنان الكل قوة ان لما ان يقول إلى زائد ما لان نهاية لكن تقول القاعدة إذا كان الأساس لهو جذر اثنان أكبر تماما من الصفر عفوا ليس أكبر من الصفر أذروني أكبر تماما من الواحد أذروني فإن النهاية هذه والعدد الذي مضروب هنا قيمة موجب أكيد فإنها تصبح لنا زائد ما لان نهاية بما أن النهاية وجدناها ما لان نهاية لأن جذر اثنان بجذر اثنان العدد يكبر كثيرا فتصبح لنا ماذا نمكن أن نقول بما أن النهاية قد وجدت نهاية غير منتهية ومنه E-D-N أعفوا D-D-N متتالية كيف هي أبنائي متباعدة لهذا قال درس تقارب هل هي متقاربا لا متباعدة أي ليست متقاربة لأن النهاية التي وجدناها تذهبت إلى المال النهاية لو وجدناها 5 صفر لقلنا إنها متقاربة وفي الأخير أبنائي وأبنائي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح ومعلى رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته